السلام عليكم البنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير مرحبا بكم في قناتي ولماذا لا تشتركتش تشترك في القناة ومرحبا بكم فيديو اليوم سوف نشارك معكم القراطين جي سهل المهل وخفيف مع بعض نشوفوا الوصفة وطريقة التحضير نحتاج في المقادير عندي كمية عجدات قطعتها بقطعة صغيرة عندي الباطاطا قطعتها صغيرة خمسة حبات على البيت ثلاثة فصوصة التوم تفاوه سكنجبير والملح عندي الفخوماج غابي والباطي غابي ونص كس الحليب يلا مع بعض نوجده نجيب هذا الجداد ونزيد عليه التفاوه وهذا سكنجبير والتم ثلاثة فصوصة التوم ونزيده الملح ونخلطوهم ملح ونخليوهم يتقلوا حتى يطيب كامل جداد هذا الجداد ستقلوا خليتها يتقلوا ملح وهنا البطاطا ثاني قدرتها تمقلوا نجيب هذا البيت نتاعي وزيد عليه رشات على الملح ونخلطهم ملح هذه البطاطا بعد ما قلتها نضيفه 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 كامل من فوق نضيفه النص اللي بقالي نحطها من الفوق ونعاود هذا الباطي اللي بقالي نكمله نجيب هذا الخاليط اللي كتوجته البيض والحليب ونبدأ نكبه من الفوق نكبه كامل كما راكم تشوفون نكمله كامل من الفوق بعد اللي كملت هذا البيض نجيب الفخوماج غابي اللي ربيته ونزيده من الفوق ونقرروك نطحيه يطيب غير يطيب لنا هذا البيض كل شي راح طيب هذا القراطين بعد ما طاب نخليوا غير هذا البيض ينشف والفخوماج يدوب ونخرجوه نتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم وتخليوا الكومنتار وصفتاجيوها مع الأصدقاء والأحباب وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء وشكرا على المتابعة وشكرا على المتابعة